انها مظاهر البثخ تطغى مجددا على اجواء عيد الميلاد فبعدما حطمت ابو ظبي الرقم القياسي بصرف مليون دولار لتزيين شجارة العيد في فندق قصر الامارات مزينة اياها بعدد من الكرات الذهبية تم صنع شجارة العيد بكاملها من الذهب الخالص في العاصمة اليابانية توكيو لتبلغ قيمتها مليوني دولار كما تجاوزت شجرة اخرى في اليابان ايضا وتحديدا في مدينة كوبي التي تقطنها غالبية مسلمي اليابان سقف المليون دولار فهل هذه هي الطريقة الفضلة لاحياء رمزية عيد ميلاد السيد المسيح؟ وهل من العدل ان يتم صرف كل هذه الملايين على تزيين شجارة في وقت تعاني فيه شعوب باكملها من الفقر؟